مصر، أرض الخير عاش شعبها على ضفاف نهر النيل العظيم وتكونت عبر الأزمنة مجتمعات غير مخططة وغير آمنة مساكن ومباني أيلة للصعود شوارع ديئة غير حضرية تلوث وأمراض وحياة ما فيهاش الحد الأدنى من المرافق والخدمات كانت سبب معاناة استمرت على مدار سنوات عديدة اللي انتوا بتشوفوه ده واللي أنا بتحرك فيه ده ده حل ما نحلمته من سنين طويلة فاته العشويات اللي بنحلها دي حل ما نحلمه من 30-40 سنة قلت ليمكن بقى فيه ناس تبقى مرميها في الشوارع كذا ونسكت ولما جات الفرصة وبقيت في مكاني ده جريت على حل وربنا مكنني وبدأنا المشوار ببناء الألاف من الوحدات السكنية البديلة عن المناطق الخطرة والغير آمنة في مختلف محافظات الجمهورية وبنينا تجمعات سكانية متكملة الخدمات والمرافق لتوفر لأهلين حياة كريمة بعيدة عن المخاطر اللي كانوا بيعيشوها كل يوم ده مشروع بشاير الخير اللي بيعتبر الأمل هو واللي بيتعمل زيه في كل محافظات مصر بشاير الخير بيخلص منه 12 مرحلة في اسكندرية والبحيرة حوالي 125 ألف وحدة سكنية هنا في اسكندرية تحديداً غيط العنب والأباري ومأوى الصيادين هتلاقوا مشاريع بشاير الخير واحد واثنين وثلاثة وخمسة ودي مقامة على أكتر من 220 فدان بإجمالي 901 عمارة يعني وكان لازم كمان نكمل مسيرة التعمير ونبني مدن سكنية جديدة لكل الفئات زي مدينة مشارف العمرية اللي الشغل فيها ما بيقفش بنبني بيوت منها الاجتماعي والاستثماري على مساحة 1550 فدان وتحتوي على حوالي 80 ألف وحدة سكنية بتستوعب أكتر من نص مليون مواطن وبتضم المدينة مشروع عملاق للإسكان بديل للمناطق الخطرة والغير آمنة بشاير الخير 6 7 8 9 اللي بيوفر 35 ألف وحدة سكنية بالإضافة لإسكان اجتماعي مكون من 15 ألف وحدة سكنية المدن دي هنلاقي منها كتير تعمل ولسه بيتعمل والسنين الجاية هنستكمل مشاريع بشاير الخير علشان تتحول لمدن متكاملة وترجع لإسكندرية وأهلها رحها اللي الكل بيتمناها بشاير الخير الحلم والأمر